السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كنتشاهدوا هالفيديو واليوم ان شاء الله عندنا سلو اقتصادي وديل الزربة ديال اخر لحظة وساهل وبسيط بسم الله هنا انا غدي ندير واحد الكمية ديال كيلو ديال الطحين عندي الدقيق الابيض يعني عقفات درت لكم ديال القمح درت ديال ديال الشعير غدي نخلي لكم الرابط دياله وهذا كيجي اقتصادي كنديرو عرب الدقيق الابيض وكيجي بنين وكيجي لديد وغدي ندخلو الفران وغدي نخلو العافية شوية مهيلة عليه لان دبا ما كانش الفران ديال الزنقة كنصيبو فضارنا كنمهلو عليه العافية الى عددنا القاز كنطلعو الفوق نديرو العافية لتحت دياله وكننقصو عليه بسم الله انا عندي هنا مئتين وخمسين قرام ديال اللوز بالقشرة ديالو علاج قلت لكم راه ساهل واللي فات قليتو وعندي هنا يا قدرت نسكيلو ديال زنجلان يعني خمسمائة قرام غلبت زنجلان على اللوز تهو اللي قليتو شوية وعندي هنا يا نسكس ديال الزيت البلدية او زيت الزيتون عندي كاس ديال الزيت نباتية ميو عادي الميتين وخمسين ميلي وعندي هنا وحد جمعة ديال القرفة عندي معلقة كبيرة ديال النافع وعندي معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة عندي هنا مية وخمسة وعشرين قرام ديال سكار سقي او سكار او سكار غلاسي وكندير الملح حسب الطوق وكندير القرفة بعدما طيبت الطحين انا طيبته هنا يا خليته كي طيب اخده مني شي ثلاثة سويع بحل هكا هو كي طيب مرة مرة وانا كن نحركه هنا كن نغرب السكار يعني ضروري كندوزو في الغربان حيث كي طوب ولو رح كنغرب له كنردو هكا القرعة كنلقاه طوب كنعود نغرب له مزيان كنخلوه وكندير له الغربان لرقيق باش كيتحلم زيان هنا بعدما طحنت اله هنا درك الملحة وبعدما طحنت المكونات لاناني انتم ما شفتو معايا جنجلان انا جنجلان هنا قليته فاتنين موجده لانا كان موجده انا هكا في رمضان وطحنتو كنتحنو حتى كيولي رقيق وطحنتو وكنزيد هنا 150 قرم ديال اللوز بالقشرة ديالها وطحنتو مزيان هنا كندير النافع بعدما خلطهم عندي معلقة ديالنافع ومعلقة ديالحبة حلاوه ودرت واحد لخمسات الحبات ديال المسكة حرارة درتها مع السكار وطحنتها مع السكار درت القرفة انا مذكرتها شليكم في اللول الى ما كيناش ماشي مشكل نهنا كنخوي نسكس ديالزيت البلدية او زيت البلدية او زيت زيتون عفوا وكندير زيت نباتية نهنا كندير زيت خفيفة نباتية وكننخلط يعني كندندلقو كندلقو المكوينة في اللول قبل ما كندلقو الطحين باش كيتحلين هادك اللوز لانه كيتعجن في ماكينة صافي كنستمرو علي بحال هاكا كندلكوه مزيان وعلى فكرة اللي عندها العجانة بحال هاكا كبيرة ركديرو في العجانة وكندلكو مزيان محالي لكاتعجن الخبز انا هنا اه قلت غاد نخدموه معاكم بيدي باش شوفوا كيفاش كان لكو هنا رات تحدف لي الفيديو راه زيت انا واحد نسكس ديالزيت البلدية لانه نبقى ديال شوي هاكا ناشف وزيت نسكس يعني درت ميتين وخمسين جرام ديال زيت البلدية وميتين وخمسين يعني كيساوي ممزوجين بيناتهم خمسمائة جرام صافي كان السمرة اللي بحال هكا كندلكو ااا عاوز زيت البلدية بعد ما زيتو كنزيد هاد نسكس كلو صافي وكندلكها مزيان قد ما احنا كندلكو قد ما هو كيتلق هادك الزيت ديالو شو ما شفتو معايا كيفاش كيولي ما هو جمع ديال السلو ديالنا وكي جيلب لنا ولده انا عبرت بهاد الكاس يعني كاس كبير ديال ميتين وخمسين ميلي ما هو عادي اللي رابعة كيف ما كنقوله صافي وغادي نوجد لسلو ديالنا لو سلو ديالنا وجدناه انا زينته هنا بشوية اللوز ولعجبكم فيديو ما تنسوا الشرقوا في قناة وديروا لايك باش دائما ان شاء الله تتوسطوا بالجديد وكنقول لكم رمضان كاريم باش ما تمنيتوا ان شاء الله وكنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة